دعونا نراجع قليلا ما نعرفه عن الطرح حتى الآن إن قلت خمسة ناقص ثلاثة ماذا يعني هذا لدينا بعض الطرق للتفكير بهذا الشأن فبإمكاني نحصول على خمسة أو دعوني أقول أن معي خمس ثمارات من التوت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن معي خمس ثمار من التوت وأقول ناقص ثلاثة فنحن نطرح ثلاثة أن يمكنني رؤية هذا على أنني سأخذ ثلاث ثمارات من التوت لنقول أنني سأكلها واحد اثنان ثلاثة إذن أخذت واحد اثنان ثلاثة كم ثمرة بقى لدي الآن كل ما لديه هو واحد اثنان إذن الجواب هو اثنان ثمارتها من التوت طريقة أخرى لأفكر في هذه المسألة لنقول مرة أخرى أكتبها خمسة ناقص ثلاثة فكروا بالفرق ما بينهما بين خمسة وثلاثة لنقول أن معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس ثمارات من التوت ولديك أنت دعوني أكتبها بلون مختلف واحد اثنان ثلاثة ثمارات من التوت إذن ما الفرق ما بين ما معي من الثمارات وما معك الآن سترون أنني هنا لدي ثمرة ولديك ثمرة هنا ثمارتان ولديك ثمارتان ثلاث ولديك ثلاث ثمارات إذن ما الفرق بيني وبينك هو اثنان إذن ثمارتان من التوت إذن يمكننا التفكير من وجهة نظر خط الأعداد أيضا هنا دعوني أرسم خط الأعداد هكذا هذا هو خط الأعداد وتعلمنا في الدروس السابقة بأن خط الأعداد ممكن أن يكون لا نهائي الأعداد لكن لنبدأ بالصفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن إذا أردنا حل خمسة ناقص ثلاثة ننظر إلى ثلاثة كأننا نأخذها من الخمسة إذن خمسة سأقفز ثلاثة أماكن إلى اليمين إذا كنت أريد أن أجمع ولكن هنا لأنني أطرح أي ناقص إذن أتحرك ثلاث خطوات واحد اثنان ثلاثة إلى اليسار فنصل إلى اثنان وهو الجواب الذي كان لدينا الآن إذا نظرنا إليها هكذا دعوني أرسم خط أعداد آخر أنا أخذ ثلاثة من الخمسة هكذا أقول أو أقول كم تزيد خمسة عن الثلاثة إذن هناك طريقتين للتفكير في عملية الترح الآن دعوني أرسم خط الأعداد هنا لدي واحد أو صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن سأحدد الخمسة أن تقع الخمسة هنا على خط الأعداد هنا هذه الخمسة أريد أن أحددها هنا على خط الأعداد هنا الآن أرسم الثلاثة باللون الأصفر هنا الثلاثة إذن طبقا لطريقة التفكير وهو طريقة الفرق ما بين الأعداد نقول أن الفرق هنا ما الفرق ما بين خمسة وثلاثة إذن هنا أقول الفرق حسنا ما بين خمسة وثلاثة إذن أقول أننا نجمع كم نجمع لنحصل على الخمسة إذن نتحرك هنا إلى اليمين واحد اثنان إذن يجب أن أتحرك خطوتان حتى أصل إلى الخمسة إذن الفرق ما بين خمسة وثلاثة هنا هو اثنان هكذا كما ترون في اللون الأخضر إذن هنا إثنان دعوني أرسم مربع أخطر حول الاثنان لنلاحظ أن هذا هو الفرق إذن يجب أن أجعله واضحا لكم بصورة معقولة وكي تروا كيف تتم عملية الطرح بطريقتين مختلفتين وفي الطريقتين وبأي طريقة تفكرون وباستخدام خطة الأعداد يمكن أن تحصلون على نفس النتيجة لنقم بسبعة ناقص أربعة يمكن أن أقول أنني أملك لا أدري قطعة من الخشب طولها سبعة أقدام إذا وضعت مصطرة أمامها سأحصل على واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا وضعنا مصطرة أمام هذه القطعة سنحصل على السبعة الآن سأنشر منها أريد أن أنشر منها أربعة أقدام واحد اثنان ثلاثة أربعة كم بقي لدي من الخشب إذا قمت بنشرها كذا إذا قطعتها الآن أنا ألون لكم أو أشير إلى القطعة التي أريد أن أنشرها إذن أنا أنشر فيها الآن ويجب أن تختفي وأزيلها إذا يتبقى لدي بعد نشر أربعة أو بعد نشر أربعة أقدام يتبقى لدي واحد اثنان ثلاثة إذن النتيجة هي ثلاثة إذن تبعنا قص أربعة يساوي ثلاثة هذه طريقة الطرح باعتبار أنني أزلت جزء من قطعة الخشب أو أخذت بعيدا مقدارا معينا يمكننا أيضا أن نفكر بطريقة يمكن القول سبعة ناقص أربعة مرة أخرى لدي قطعة من الخشب بطول سبع بوصات أضع المصدر هنا صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مرة أخرى لدي قطعة خشب بطول سبع بوصات وأردت هنا أن أقارنها بقطعة خشب أخرى باللون الزهري مكونة من أو طولها أربع بوصات إذن هنا سبعة وهنا أربعة إذن أتصور ما الفرق ما بين هذه الخشبة وهذه الخشبة ما الفرق في أطوالهما يمكن أن نرى هنا بأن الخشبة بسبعة بوصات تفرق عن الخشبة بأربعة بوصات بثلاث بوصات إذن إذا زدنا ثلاث بوصات على قطعة الخشب الثانية نلاحظ هنا باللون الأخضر فستصبح بنفس الطول مع الخشبة بسبعة بوصات إذن الفرق ما بين الخشبتان أو ما قمت بزيادته هو ثلاث بوصات حتى تصبح نفس الطول إذن هناك بعض المسائل التي يمكن أن تحلوها وتروا تطبيقها على خط الأعداد كما استعملنا في مسائل سابقة الآن نقم بحل سبعة عشر ناقص تسعة هناك طريقتان الطريقة الأولى أن نرسم لا أدري سبعة عشر دوائر وهي طريقة الأطول لنرسم هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر وسبعة عشر دائرة نأخذ تسعة منها ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كم يتبقى لدي يتبقى لدي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن سبعة عشر ناقص تسعة يساوي ثمانية ولكن نلاحظ بأن الأعداد الكبيرة ستأخذ وقتا طويلا لنرسم ثم نشطب وثم نعود مرة أخرى لنجد الناتج هناك طريقة ربما تكون أسهل بالنسبة لكم لنتقيل رسم خط الأعداد هنا لن نبدأ من الصفر لنقول ثمانية عشر سبعة عشر ستة عشر خمسة عشر أربعة عشر ثلاثة عشر اثنى عشر حد عشر عشرة تسعة ثمانية سبعة وبإمكاني الاستمرار حتى أصل إلى الصفر لكنني بدأت عند السبعة عشر هنا وأخذت تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة مرة أخرى نحن عند الثمانية إذن على الأقل من وجهة نظري هي أكثر أناقة وأسرع بأن نستخدم خط الأعداد لكن على أي حال يمكن أن تحلوها بطريقة التي ترونها مناسبة ويمكن أن نرى هنا أن الفرق ما بين سبعة عشر والتسعة هو ثمانية إذن يمكن أن تحفظ هذه المسألة ولكن لنرى ما نتيجة سبعة عشر ناقص ثمانية حسنا إنها تسعة الآن لماذا يبدو هذا منطقيا لأن ثمانية زائد تسعة يساوي سبعة عشر إذن سبعة عشر ناقص تسعة يساوي ثمانية وسبعة عشر ناقص ثمانية يساوي تسعة عندما أقول سبعة عشر ناقص ثمانية فأنا أعني أن هذا يساوي رقما إذا جمعته إلى الثمانية يعطيني سبعة عشر حسنا إنه تسعة وعندما أقول سبعة عشر ناقص تسعة هذا يعني أن هناك عدد إذا جمعته إلى التسعة يكون الناتل سبعة عشر إذن نقول أن ثمانية زائد تسعة يساوي سبعة عشر والفرق ما بين سبعة عشر وثمانية وتسعة وسبعة عشر وتسعة هو ثمانية لا أريد أن أربيكم لكن معظم مسائل الطرح هذه عندما تكون النتيجة من عدد واحد فإن عليكم أن تحفظوها بمرور الوقت وجيد أن تتخيلوا في عقولكم خط الأعداد دعونا الآن نحو المسائل الأخرى وأظن أن يمكنكم رسم خط الأعداد إذا نسيتم ولكن إذا حفظتموها فذلك أفضل لنأخذ أرقام كبيرة مثلا ما نتيجة ثلاثة عشر ناقص خمسة مرة أخرى لن أقوم برسم الدوائر أو ثمرات التوت سأرسم فقط خط الأعداد هنا إذا دعونا نبدأ من أربعة عشر ثلاثة عشر اتنى عشر أحد عشر عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة ويمكنكم الاستمرار في التنقيس أكثر حتى الصفر أو حتى تحت الصفر ولكن دعونا نبدأ عند ثلاثة عشر إذا نبدأ عند ثلاثة عشر هنا ونأخذ منها خمسة إذا نتحرك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذا ننتهي عند الثمانية إذا ثلاثة عشر ناقص خمسة دعونا أرسم بلون آخر هنا الثمانية إذا ثلاثة عشر ناقص خمسة يساوي ثمانية الآن طريقة أخرى يمكن أن أفكر بها أين توجد 13 وسأرسم أين توجد الخمسة حسنا هنا وما العدد أو الرقم الذي سأجمعه هو 1 2 3 4 5 6 7 8 حتى أصل 13 إذن علي أن أجمع 5 زائد 8 حتى أحصل على 13 هذا يدلنا على أن 13 ناقص 5 يساوي 8 و 13 ناقص 8 تساوي 5 إذن المقولات متساوية وتدلني على نفس الشيء بأن الفرق بين 13 و 5 هو 8 والفرق بين 13 و 8 هو 5 وأن 5 زائد 8 يساوي 13 يمكنكم أن تقوموا بحل تمرينات مختلفة وأن تأخذوا عددا من رقامين ثم تنقص منه أي عدد مكون من رقم واحد وهذا تدريب جيد لكم أراكم قريبا